أولاً الصعود إلى الملأ الأعلى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ صحيح ولهذا كلما تصعد كلما ترتقي ولك درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى هذا من ناحية ثم من ناحية أخرى جرى العرف في تونس أن كلمة الله سبحانه وتعالى العليا هي يعني ترفع من أماكن عليا كالصوامة مثلاً وكالكتتيب التي هي شكل بنائها هو شكل مرتفع حتى تكون تلاوة القرآن في مكان المرتفع ومنها أيضاً ما يسمى بالختمة وهي وراءنا هذا مكان المرتفع ليأتي القارة يوم الجمعة ويقرأ ما تيسر على عموم الناس بالأداء المنارة جميلة وكبيرة وعظيمة وهذه المتميزة فيها في تونس بهذا الشكل المربع لكأنها غرفة مرتفعة ورأيتها أيضاً في الغيروان نحن شيخنا يعني مستمتعون بهذا الفضاء ترجمة نانسي قنقر